أعلن المجلس العربي في كاركوك أنه لا يشارك بالانتخابات المحلية التي ستجرى في أيلول المقبل إذا لم يتم تحرير المحافظة بالكامل من سيطرة داعش إضافة إلى حسم ملف النازحين نائب رئيس المجلس إسماعيل الحديدي قال إن عرب كاركوك يطالبون رئيس الوزراء والعمليات المشتركة بتحرير الحويجة ومناطق جنوبية المحافظة وغربيها مضيفا أن المجتمعين بحثوا على هامش اجتماع للمجلس العربي في كاركوك بحثوا قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي يتم حاليا تشفيعه في الفرلمان